يلفظ العمل الانساني نفسه الاخير في اليمن جراء جرائم وانتهاكات متصاعدة ترتكبها ميليشي الحوث الارهابية بحق موظفي الاغاثة الاممية والمنظمات الدولية وتحتجز ميليشي الحوث الارهابية اكثر من اربعين موظفا في القطاع الانساني وفرق الاغاثة الدولية باليمن بينهم نساء واقارب موظفين غير موجودين وفي عمليات اقتحام ومداغما اتسمت بالفجاجة والهمجية وكسر الاعراف اليمنية اظهرت ميليشي الحوث مستوى مفارقا في الارهاب ضد المجتمع المدني حيث اقدمت الميليشية على نهب ممتلكات المختطفين المكتبية والشخصية ومصادرة كل ما بحوزتهم في مداهمات جرى معظمها ليلا وداخل المنازل العائلية ومن غير المستبعد ان تقدم الميليشية على اجبار المختطفين الذين تخفيهم قسرا وتحضر عليهم التواصل الاهلي في الادلاء باعترافات املائية عن ضلوعهم في تهم تجسس جاهزة وتراجع مستوى وحجم التدخلات الانسانية وبرامج الاستجابة الاغاثية في اليمن جراء تصعيد ميليشي الحوث انتهاكاتها الصارخة بحق موظفي المنظمات والوكالات الفاعلة في اليمن وهو ما ينعكس على مستوى واقع ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثي الذين يعيشون وضعا كارثيا بالغ السوء ويعتمد اغلبهم على معونات الاغاثة الدولية وكل حرب تشنها الميليشية تحت اي مسمى وضد اي تجهة انما هي في الاساس حرب ضد اليمنيين الذين يدفعون ثمنها باهظا